السلام عليكم كانت منها تكونوا بخير وعلى خير جيت اليوم بدرس جديد من السلسلة ديال الدروس ديال الأزمينة تنسز اللي هو The Present Perfect اللي هو الدرس تلت كنا دجا شفنا The Simple Present وشفنا The Present Continuous اليوم غانشوفه The Present Perfect وغانشوفه فيه كيف العادة The Form, Use and Time Expressions بحل اللي شفنا مع الأزمينة الآخرين قلنا هالثلاثة ديال العناصر غانشوفهم مع جميع الأزمينة Form بمعنى البنية Use بمعنى الاستعمال Time Expressions هما العبارات ذات الصلة بالزمن تنتمنى وتشاهدوا الفيديو حتى الأخر حيث أشغل ينفعكم بزاف وهذا الدرس هذا غينفعكم في دروس آخرين اللي عندهم علاقة بالتنسز الأزمينة إذن نبدو بالForm يعني بنية الجملة كيفاش مناش كتكون الجملة فاشكنستعملوا The Present Perfect A sentence structure in The Present Perfect has the following form الجملة في The Present Perfect تتكون عندها هاد الفورم هذا اللي غادي نشوفه دابا Subject الفاعل Auxiliary الفاعل كيتبعوا هنا يا Auxiliary أش من نوع متاع Auxiliary has أو لا have have or has شنو اللي تتبعه على Auxiliary verb وهذاك الverb كي يكون مصرف في Past Participle ومن مور هاد الفقراء هادي غادي نشوفو شنو هو Past Participle شنو كان قصدو بال Past Participle حيث بازغ يتلمد ما تخلطوه ما بين Past Participle والأزمينة كيتسحب لهم بلا Past Participle هو زمن هو مش زمن هو الشكل من أشكال تصريف إذن ذاكش علاش الفرب كنحولوه Past Participle Form ومن مور Past Participle كين Complement يعني مكمل للجملة بالنسبة للسبجيكس عدنا الشي هي Auxiliary has حيتاش مدرنا هاز مدرناش هاذ حيتاش هي كنقولوش she has ما كنقولوش she have لونك she has Practiced verb هنا الverb في الأصل هو Practice أزن له D ورجعناه Past Participle يلو هو Practiced و Sports لهو Complement She has practiced sports يعني هي مرساة الرياضة نشوفو أمتي الأخرين They have attended the party يعني هما حضروا الحفلة They subject have auxiliary attended a verb in the past participle the party complement I have read books I is the subject have is the auxiliary read is the past participle books is the complement is the subject إذا دابت أنظن أن الفورم ديال present perfect بينا هذيك ال past participle متاع الفرب ماشي كلهم تكونوا بحل بحل حيتاش كل فعل عندو past participle خاص ديالو داك شي علاش هاد الأفعال هادو كيتحفظو اللي تكونو مصرفين في past participle في الأخر ديال المطبوع راه تيكونو دايرين واحد للجدول اني استطويلة فيها جميع الأفعال وبال past participle forms ديال هادو كيتحفظو ندوزو نشوفو تصريف ديال verb to have أو للأوكزيليوري have كيفاش كنصرفو غنشوفو دابا تصريف ديال الأوكزيليوري have هاد الفرب هذا هاد الأوكزيليوري have هو وراه فعل هو يمكن يكون فعل ويمكن يكون أوكزيليوري يعني فعل مساعد هنا في present perfect في هذا الدرس هذا الوظيفة ديالته هو فعل مساعد ولكن كان فعل أو لا فعل مساعد عنده نفس التصريف التصريف دياله ما تتغير إذن شوفوا تصريف ديال الأوكزيليوري have مع جميع الطمائر إذن تنقولوا I have won the race إلا بغينا نكمل الجملة I have won the race بمعنى أنا ربحت الصباق you have you have passed the exam يعني أنت نجحتي في المتيحان he has he has moved house هو يعني بدل الدار ارحل مشال شي دار روحي داخرة she has she has started a new project يعني هي بدأت مشروع جديد it has it has gone يعني ذهب شي حاجة اللي مشات ذهبت أو لا ذهبة يعني ما بقاش اختفت we have we have worked in a factory يعني إحنا خدمنا في واحد لزين factory you have you have eaten too much انتو ما كليتوا بزاف هنا يعدنا you بسيغة الجمع you اللولانية كتكون بسيغة المفرد والتانية كتكون بسيغة الجمع ولكن هما كتكون عندهم نفس القاعدة نفس التصرف إلى الاحطرة عندهم نفس التصرف they have they have done their exercises هما يعني هم خدموا تمارين ذيهولهم إذن هذه هي الطريقة باش كنصرفوا auxiliary have مع الضمائر يعني فاش تبغيوا تصرفوا شي فعل في present perfect غادي بالنسبة التصريف ليا have غادي تاخذوا بعين اعتبار هاد التصريف ليش فينا ذا بام جمعين نشوفوا هنا واحد الملاحظة بسيطة فيما يخص الإملاء سواء كنتم تكتبو او لها كان عندكم شي تكت كتقرأوه تعرفوا يعني اشنو كتقرأو ما غادي ش تخلعو ولا شي حاجة قتعرفوا شنو لي مكتوب هاد الملاحظة هاد الملاحظة هاد تخص contractions contractions هما الاختصارات هو ذا شي نيت لمكتوب تمك مشروح contractions are short forms of conjugation يعني ان contractions هما هما الاشكال القصيرة او الاشكال المختصرة ديال التصريف conjugation بحل مثلا قبل من هاد الفقرة هدي كنا شفنا كيفاش كنصرفو الverb to have او لال auxiliary have قلنا كنبغو نبدو نكتبو شي جملة في present perfect نبدو ب I have يك اذا I have في contraction كتولي I've كيف كيف ما مكتوبة امك I've won the race استعملت نفس الامثلة باش يبن لكم الفرق اذا I've هو الاختصار ديال I have اذا الى شفت I have او لا I've راه بحل بحل نفس شي باش ما يسحب لكم شي حاجة اللي ما كيناش او لا ما درتوهاش في القيص مالو شي حاجة يعني هما راه نفس شي مش درس آخر لش حاجة هو راه نفس الحاجة اذا ندوز you've passed the exam اذا الشكل العادي دياله هو you have passed the exam he has moved house he's moved house she has started a new project she's started a new project it has it's gone we have we've worked in a factory you have you've eaten too much they have they've done their exercises ندوز نتعرف على forms of conjugation يعني اشكال تصغيف كنت قلت لكم واحد شوية بلله غادي نشوف ما معنى past participle شنو كنقصدو به past participle هو شكل من اشكال تصريف بزاف ذي التلاميذ كي خلطو ما بين forms of conjugation وما بين tenses ما كيعرفوش الفرق بين اشكال تصريف وما بين الازمينة اشكال تصريف ماشي هما الازمينة هما اشكال ديال التصريف كنستعملوهم كل الشكل كنستعملو على حسب زمن مع انا زمن كي تستعمل نشوف التصريف فورمز of conjugation are special forms of verbs used to indicate the relation in structure with tenses شنو معنية تدشي اشكال تصريف هما اشكال خاصة ديال الافعال اللي تستعمل للدلالة على واحد العلاقة بينيوية يعني علاقة عندها علاقة بالبينية بينتهم وما بين tenses تكون واحد العلاقة بينيوية مع الازمينة forms of conjugation are also referred to as v1 v2 v3 هاد اشكال تصريف كن كن قولو لهم احت كنت تسمو احت v1 v2 v3 بمعنى verb 1 verb 2 verb 3 namely بحلش the infinitive the simple past form and the past participle form هاد تلات الاشكال تصريف هما infinitive كن شفناش نا هو infinitive في الدرس ديال جيرند عن infinitive شرحناش نا هو infinitive the simple past form يعني الشكل ديال الماضي البسيط وهاد الفورم هذا غادي نشوفوه فاشغا نشرحو الزمن ديال الماضي البسيط and the past participle form هو اللي عدنا دابة هو اللي كانخدمو به دابة past participle هو الشكل اللي كانستعملوه مع present perfect for example the simple past form is used with the past tenses مثلا simple past form كانستعملوه مع الجميع الازمينة ديال الماضي فين ما تسمعوا past غاتعرفو ريوسكم غتستعملو past form and the past participle form is used with the perfect tenses والشكل ديال past participle كانستعملوه مع التنسز فين كتسمعوا perfect فاشتسمعوا perfect عارفو غادي عارفو ريوسكم غتستعملو the past participle مثلا present perfect past perfect future perfect الى اخره داك شي علاش قلت في البدية بالله forms of conjugation عندهم علاقة بنيةوية مع الازمينة the forms of conjugation are presented in a chart on the last pages of the course book هدي واحد الملاحظة يعني كيف ما قلت قبيلا هاد forms of conjugation غتلقوهم في اواخر صفحات دي المطبوع دي المقرر على شكل unlist ولا لا احا فيها كل فعل في الانفينيتيف ديالو simple past form وال past participle form للحفظ حيث هادو عندهم علاقة بالفوكابولاغ يعني ما عندهمش قاعدة كيتحفظو عن طريق الممارسة اذا دابا مني نتعرفنا على البنية بنية الجملة ديال present perfect ندوزو نتعرفو على الاستعمال الاول ديال هاد الزمن هذا the present perfect is used in the following situations يعني كنستعملو present perfect فهد المواقف اللي غادين شوفو دابا to indicate an action which began in the past and continued up to the present time يعني وقتاش كنستعملو هذا present perfect المضارح التام كنستعملو للدلالة على واحد الحدث اللي بدأ في الماضي بدأ في الماضي واستمر الى الحاضر بدأ في واحد النقطة في الماضي وبقى نستمر حتى الحاضر example he has lived in morocco for 10 years يعني هو شي واحد هو عاش في المغرب لمدة منذ عشر سنوات شنو معنيت منذ عشر سنوات هنا بمعنى ان الحدث بدأ هذه عشر سنين يعني بدأ في الماضي وهد الحدث كيبقى غادي مع الزمن الى الان بمعنى الى الان هو عيش في المغرب المثل الثاني يعني غادرت المنزل منذ العاشرة شنو معنى تلشي يعني المغادرة ديالتي يعني الحادث وقتش طرى في الماضي طرى مع العشرة مع العشرة في الماضي يعني الحادث بدأ مع العشرة وبقى نستمر مع الوقت الى الان انا يباقي خارج ما زال ما دخلش الاستعمال الثاني ديال present perfect هو ان انا كنستعمل هاد الزمن باش كنخبر للاخبار to inform example I have passed the exam انا نجحت في المتحان يعني هذا خبر فاش كتنجح في المتحان كتمش عند داركم ولا صحاب كتقل يوم انا راني نجحت هذا خبر I have passed the exam فاش كنخبر كنستعمل بزاف present perfect example اخر the king has visited our city يعني زار الملك مدينتنا مدينة ديتنا هذا يمكن يكون خبر the king has visited our city إذا لحت the king is the subject has هو auxiliary اللي شفنا visited هو past participle the visit و عدنا complement اللي هو our city إلا شديتو شي قناة إنجليزية وشتو الأخبار غادي تلاحظوا بلك استعملوا بزاف هاد زمن دي present perfect حيث كان استعملوه بزاف للإخبار ندوز نتعرفو على العبارات ذات الصلة بزمن المضارع التام يعني اللي هما time expressions you will often find these expressions with the present perfect tense since for just already yet so far ever never recently lately etc ندوز دابا تعرفو على المعاني لها العبارات و كيفاش كانستعملوهم هنا عدنا جوج العبارات اللي كيتشابه في المعنى ولكن عندهم الاستعمال شي شوية مختلف عندنا since before عندهم نفس المعنى عندهم معنى ديال منذ فاش كانستعملو since كانتبعوه بالdate بمعنى تاريخ شوفوا مثال I've lived in Morocco since 1999 إلا لحظنا هنا since تبعناها بواحد تاريخ اللي هو 1999 يعني أنا عشت في المغرب منذ 1999 و for كانستعملوها المدة الزمنية duration I've lived in Morocco for 21 years يعني عشت في المغرب لمدة أو منذ 21 سنة و أنا عشت في المغرب لنك هنا for استعملنا منمراها ماشي تاريخ ولكن المدة زمنية لمن 1999 حتى لذبا هي 21 عام وهنا عبنا العبارات دي just already نشوف الفرق بين اتهم just is used with an action completed a while ago تستعملوا just باش كنهضرو على واحد الحدث اللي اللي عد بطرق مشي بزاف بطرق example I've just opened the door بمعنا اللي حليت الباب وإلى لاحظنا just كنستعملوها بين auxiliary half وال verb opened وإذا بنشوف already already is used with an action usually completed long ago then already حتى هي كان استعملوها مع واحد الحدث اللي داج عطرق ولكن تكون غالب في الأحيان تكون ترى مش حال باش ترى العكس just example I've already opened the door يعني داج حليت الباب يعني داز عليها واحد شوية الوقت yet versus so far both the expressions mean until now ها جوج العبارة جوج هم عندهم نفس المعنى عندهم لحد الآن yet is mostly used in interrogative and negative sentences yet كنستعملوها غالبا في مع جمل نفي أو لا جمل الاستفهام example have you done your homework yet yet have you done your homework yet هذي جملة استفهامية The second example I haven't done my homework yet يعني ما خدمش تمارين ديولي يت تهيى بحالة بغن نقوله لحد الآن مازال بحالة فاش نقوله مازال باقي ما خدمتش تمارين I haven't done my homework yet So far So far is mostly used in affirmative sentences هذي العبارة كنستعملوها غالبا مع جملة العادية يعني الجملة ما كيكونش فيهم استفهام وما كيكونش فيهم نفي Example I have done three exercises so far لحد الآن صاوبت ثلاثة ديال التماري ثم تلتحت عندكم واحد ملاحظة ديال الإملاء بحالة اللي شفنا في الcontractions ديال haven't هي have not يعني الاختصار ديالها إلا شتو haven't و have not ترى بحال بحالي It's the same thing مثلا I have not done my homework yet إلا بغينا نستعملو البنية كاملة بلاختصار Ever versus never Both the expressions refer to a lifetime period هات الجوج ديال العبارات بجوجهم تعودوا على واحد الفترة عمرية كيعبروا على الفترة ديال العمر بمعنى منهر اللي تزادتي حتى الدابة نشوفوا أمثلة Ever is mostly used in interrogative sentences Ever كانستعملوها في معظم الوقت مع الجمل الاستفهامية يعني الجمل اللي كانترحوا فيهم السؤال Example Have you ever gone to Spain واش عمرك مشيت لإسبانيا تحتى بالدريجة نقولوها واش عمرك عمرك يعني منهر اللي تزادتي لحد الآن واش فايت لك مشيت لإسبانيا راهية هاتيك ever اللي كانستعملو Have you ever gone to Spain إذن فاش كتبغي تسول شي واحد واش عمرو در واحد الحاجة كتقولوها Have you ever وكتبعوها بالverb مصرف في past participle بحل اللي شفنا في القاعدة ديالها بالدرس هذا Never Never is mostly used in negative sentences دونك never كانستعملوها في معظم الوقت مع الجمل ليا النفي حيتاش هي كتعبر على شي حاجة ليا النفي يعني I have never gone to Spain Never بوحدة بمعنيتها أبدا عمرني مادات واحد الحاجة I have never يعني منهر اللي تزادي تحت اللابة عمرني مشيت لإسبانيا I have never gone to Spain Recently versus lately Both the expressions refer to new events هاتجوز العبارات كيعبرو على أحداث جديدة يالله طرات مادا ستش عليهم بزاف يعني كيكونوا أحداث باقين جداد ما قدامش يعني ما ولوش قدام مع الوقت ما زالين جداد Example It has rained a lot recently Recently هنا بمعنى بمعنيتها حديثا يعني اشتصبت بزاف حديثا يعني بحالة بغنا نقوله في الآوينة الأخيرة The second example It has rained a lot lately Lately بمعنى مؤخرا مؤخرا صبتش تبزاف باش نختموا الدرس حتيت لكم تمرين Exercise على present perfect بطبيعة الحل باش تديروا لاب ختيك تمارسوا Supply the necessary present perfect form of the verbs in parentheses يعني كل verb لما بين قوسين ستصرفوه في present perfect بحال اللي شفنا في الدرس إذا قرأوا كل جملة قرأوها بتمعون حيث صياق ديال الجملته هو كيلعب بضور كبير لاحظوا العبارات اللي كيتستعملو ديال time expressions اللي شفنا مشي ديما كيتستعملو في قاع الجمل ولكن بعض المرات كيتستعملوهم ديما بقوا تلاحظو هاد العبارات يعني فوالا باش تعرفو هادوك العبارات كيساعدوكم تعرفو على زمن المضارع التام فاش كتكون مستعملة في شي جملة ولكن هنا في هاد التمرين هذا ما غاتلقاوش المشكل حيتاش أصلا غادي تصرفو قاع الأفعال في present perfect إذا تنتمنى يكون الدرس سهل وتكونوا استفدتو إلا عندكم شي سؤال بخصوص الدرس أو لأي درس آخر خليوه ليه في الكومنتر ما تنسوش تبرتاجي وهاد الدرس أو الفيديو على أوسع ناطاق باش تعمل فائدة وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح موعدنا مع درس آخر جديد اللي هو The Present Perfect Continuous